ليس اللامنطق جرماً فلسفياً لكن جرم الفلسفي وفرض لامنطقي على أشخاص أخرى مجرد أني أظن أنه أي شيء لكن إنسان يحيا بجزء لامنطقي أكبر بكثير جداً من الجزء المنطقي وهذه أسباب كثيرة جداً منها قرلت معلومات ومعرفة الشخص المحدودية المعرفية هو يعتمد على إيمانات كثيرة لكن هناك أنواع إيمانات تغلب الكثير من الأفكار وتحاول أن تغلب أشخاص أخرى وحريات أخرى لذلك أنا أحتفظ بالجزء اللامنطقي الذي بداخلي لنفسي فقط أكتبه في الشعر وأكتبه في عجيسي أكتبه على الحوائط أياً كما ليست هذه هي المشكلة هو الشكل اللامنطقي الذي لا يمكن أن أضر به أحداً الحد هو حريات الآخرين لكن ليس الحد هو التكون هذا اللامنطقي والشخص الذي يقول أنه يعيش بمنطق طوال الوقت هذا شيء غير حقيقي ولكن هذا الشيء غير حقيقي وبالنسبة لي أنا أيضاً منذلك لا لأنه ليس لي مطلق هناك محدودية بسبب اللغة هناك محدودية بسبب التحصيل ذات نفسه تحصيل العقل هناك محدودية بسبب العمر هناك محدودية بسبب أشياء كثيرة جداً فخناء اللامنطقيات الخناء على هل ستفرضه عليه وهل ستحاول أن تفرضه عليه لكن ليس على اللامنطق هذا نفسه إلا إن كان به ما يحاول أن يتطول خارجه